طب لو واحد مكتدر ماديا وزي ما قلنا فيه ناس بتبقى عايزة تحج اكتر من مرة وفيه ناس احيانا بتطلع الحج كل سنة يعني هل لو هو مكتدر ماديا ومعاه اللي يكفيه ويكفي اهله وعايز يروح يحج يقدر يروح ويحج لغرض مثلا ان يحج الشخص تاني او يقدر يتبرع بما ممكن ان ينفكه في الحج ويطلع حد تاني يحج مكانه يعني اولا انا اولا يصح ان الانسان يقوم بتكرار الحج لكن انا قلت الافضل ان يوجه ما لديه من اموال طالما ادى الفريضة الى النفع الذي يعود على المسلمين الفقراء والمحتاجين وبيوت العبادة والمستشفيات وخاصة المستشفيات في هذا الزمن حياء المرضى يعانون عناء ما بعده عناء البعض لا يجد العلاج البعض لا يجد قط يومه اولا يصح ايضا يعني نقطة نبيل ان ينيب الغير ليحج عن نفسه متى يصح ذلك اذا كان الانسان يملك المال يملك المال لكنه لا يستطيع بدنيا ان يؤدي تلك الفريضة في هذه الحالة ينيب من يحج عنه بشرط ان يكون قد حج عن نفسه اولا يكون ادى الفريضة في عام غير هذا العام ينفعش يروح حج عن نفسه ويحج في الوقت نفسه لا ان يكون قد ادى الفريضة مسبقا يصح ايضا عن الابناء الذين نزر اباهم الحج ولم يستطيع ان يوفي بالنازل او كان يملك المال ولم يحج ايضا يصح عن ابنائه ان يحج احدهم عن بشرط ان يكون قد ادى الفريضة عن نفسه او ينيب غيره ليحج عن ابيه او عن امه وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لابد ان يحج عن نفسه اولا فتجوز الانابة في الحج ان شاء الله بهذه الشروع طب هل ممكن التبرع لاحد الاشخاص الغير مكتدرين ان هم يحجوا انا الحقيقة ارى يعني هو يجوز بالطبع لكن الافضلية يعني فيه الجواز وفيه الافضلية يجوز ان انا راجل صاحب مال وصاحب جاه ان انا اشوف عشرة واطلهم حج او عمره يجوز لكن الافضل ايه انا باختر واحد ان ربنا سبحانه وتعالى يعني رفع عنه هذا الحرج لانه لا يستطيع ان يحج ما عليش حاجة وان مات له سواب الحج انما الاعمال وبنيات وانما لكل مريء انا انا نوي احج لكن اليد قصيرة ولا املك الزاد والراحلة فماذا علي لا يكلف الله نفسا الا وسعه يأتي هذا الانسان او هذا الموسر ويختار عشرة او واحد او اتنين ويعطيهم من زكاة ماله او من فائض ماله ليقوموا بحج بيت الله الحرام يجوز لكن الافضل ايه الافضل ان هذا الشخص رفع عنه المولى تبارك وتعالى الحرج ان اوظف هذه الاموال انا بقول الافضل انه بيجوز ويصح ويقبل لكن الافضل ان هذه الاموال التي اعطيها لمن لم يستطيع اداء الفريضة من الناحية المالية اوظف هذا المال للاكباد الجائعة ودور العبادة وللمستشفات وكما قلت ان بعض المرافق الان تعاني تقصيرا هائلا وبعض المرضى يفترشون الارض وبعض المرضى لا يجدون ادوات العلاج وناشد هؤلاء الموسرين بدلا من ان يقوموا بدفع هذه الاموال لحج غير الموسرين ان يوظفوها في ما يعودوا على المسلمين بالنعف وهذا هو الافضل والله اعلم دكتور انكلم على مناسك الحج وترتبها ودور كل منسك منهم ايه يعني بسم الله الرحمن الرحيم من من البداية كده يعني اولا اللي راحي الحج ده يعني معناها ان بيستقبل حياة جديدة والذي يريد ان يستقبل حياة جديدة ويطوي الصفحة الماضية بما فيها من عوج وامت يجب عليه ان يتوب الى الله من كل المعاصي التي كان يفعلها والتوبة الحقيقة يعني مطلوبة من المحسن ومن المسيء يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة النصوح ان ده للمؤمنين توبة النصوح نهيك عن ونحن البني البشر لدينا التقصير منا من ظلم زوجه ومنا من ظلم ولده ومنا من ظلم جيرانه ومنا من لم يعطي الناس حقوقهم اقول لهؤلاء جميعا توبوا الى الله والتوبة تكون بالاستغفار ورد المظالم الى زويها وطلب السماح من من ظلموا يعني انا ظلمت واحد بذهب الى انا رايح يعني بتشبه بمن يرحل عن الدنيا بمن يرحل عن الدنيا انا انا يعني اللي راحي حج ده اشبه بمن جاء بكفن الموت واستعد للموت لان بيخلع السياب كلها بما فيها من علائق الدنيا وشهوات الدنيا وزينة وغيرها بيتجرد من حطام الدنيا ثم يسافر اشبه بسفره الى قبره لان حمل السوبين ابيضين اشبه بالكفن وسوف يحمل الى قبره فهو مسافر الى ربه يجب ان يرد المظالم الى زوية ثم بعد ذلك ان شاء الله بينو نية الحج انما الاعمال بالنيات وانما لكل مرئة والنية محلها القلب وتبدأ مناسك الحاج بان انا يعني اغتسل والغسل الحقيقة هنا يعني اه من من احدى السنن ان شاء الله وبصل لركعتين لكن ركعتين دول ما لهمش علاقة بالاحرام ولكن علاقتهما بان انا مسافر الى ربي وبعد كده بقى تطيب والبس ملابس الاحرام وقبلها طبعا اكون حلقة الرأس وبعد الشعر الزائد اللي بتعلق بالبدن الايبط وغيره ثم اه اه اتطيب بعد لبس ملابس الاحرام ثم اه اه اولبي لبيك اللهم بحج وعمره لان التلبية دي برضو من واجبات الحج او من سنن الحج على اختلاف بابدأ اخد اه بابدأ اقصر برضو الازافر قبل عملية اللبس ملابس الاحرام ان شاء الله يعني الحاجات المطلوب من الانسان التخلص منها بنسميها من خصال الفطرة من خصال الفطرة يبقى حلق الشعر حلق مش حلق الشعر بالكلية او تقصيري او خلافة اه 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 تقصير الازافر الاغتسال التطيب لبس ملابس الاحرام هنا بابدأ اقش في ايه المناسك ولازم عشان اه يبقى الاحرام صحيح اننا نبدأ من الميقات والميقات طبعا واضح ان شاء الله اهل مكة لهم ميقات يعني اذا كنت نرى على مكة موشرة في ميقات موجود واعتقد ربان السفينة او كابتن الطائرة او قائد الطائرة بينبه على اننا خلاص من هذا المكان بدأت اقش في مناسك الحاجة يعني بنبدأ بالاحرام ثم التلبية اه الاحرام والتلبية والتلبية ان شاء الله بتبدأ من الميقات بتبدأ من الميقات والميقات محدد يعني لمصر مكان ودي حددها الرسول وصال لأهل الشام ولأهل اليمن ويعني عندنا رابغ على سبيل المثال ديت ميقات أهل الشام عموما يعني بلاد المغرب ومصر وسوريا انت رابغ بنسميها ميقات مكاني ميقات مكاني الميقات الزماني اللي هي ايام الحاجة بتبدأ من شهر شوال وتنتهي بشهر ايه زو الحجة زو الحجة بعد ذلك بخش بقى في مناسك الحاج والله احيانا اذهب الى مدينة المدينة انا خلاص ما بحرمش لو رحت المدينة بحرم من ابار علي اذا كنت راح لمكة من رابغ ببدأ بمناسك الحاجة طبعا يعني فيه الحاج له انواع ثلاثة الافراد والقران والتمتع واحنا بنميل دايما للتمتع وده اللي حس عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والتمتع الحقيقة امر طيب وكل مقبول لكن التمتع افضل ان بيبدي الانسان بيرفع عنه الحرج اكتر مقابل يعني زبح هادي او نحر هادي فان شاء الله بمجرد ما بصل اذا كنت المدينة او مكة المهم ابتدى مناسك التمتع حاجة التمتع بان انا ااجي عند المقاط المكاني بعد كده بخش الحرم ماذا اصنع بقى يعني هناك بعض الامور البعض يقولك الادعية لكن الحقيقة ربنا سبحانه وتعالى يعني وقال ربكم ادعوني استجب لم يحدد لونة من الوان الدعاء وده بدعوا الى التيسير بعض يمسك كتابه البعض لا لكن انا مطالب ايه عشان التمتع انا بشرح عملية التمتع بروح ان شاء الله مباشرة بطوب بالبيت بيت الله الحرام سبعة اشواط ببدأ من الحجر الاسود وانتهي عند الحجر الاسود وما فيش دعاء مخصوص بالمناسبة يعني لكن هناك ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عزبا وانا بنبه برضو الحجر الاسود لا نتزاحم عليه لان اذا الانسان المسلم اشد حرمة من ان انا اترك فتقبيل الحجر سنة اذا استطعت اه ما استطعتش اشير الى الحجر بعد سبع اشواط ماذا اصنع بصلي عند مقام ابراهيم ركتين وده كلها سنن ثم بعد ذلك الى ماء زمزم واشرب وارتوي ثم اذهب الى الصفة والمروة ابدأ بالصفة وانهي بالمروة ان الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جنيح عليه ان يطوف بهما بابدأ بالسبع اشواط ثم بعد ذلك اقوم بالحلق او التقصير بذلك اكون قد اديت مناسك العمر ده حج التمتع اذهب الى محل ساكني وكل شيء محرم عليها دي ما فيها النساء اصبح حلا ليه يعني كل حاجة اعملها في المباحات التي اباحها لها الاسلام ااكل اشرب اتطيب اقص زافري احلق شعري ما عليش حرك في ان انا اصنع حاجة حتى النساء ثم يبدأ يوم التروية وده هذا يوم السامن ان شاء الله برضو من الامور اللي هي ربنا رفع عنا الحرج ان انا بطلع على عرفات مباشرة البعض يقولك الازم من او المبيد من او كل هذه سنن وسط هذا الزخم والزحام طبعا حيكون فيه صعودة منا كتت سوعب يعني اشرين الف نص للنهاردة ثلاثة مليون او اربعة مليون كيف تستوعبهم منا حتى نؤدي تلك المناسك ونؤدي تلك السنة اصبح من الصعب جدا فانا اذهب الى عرفات ان شاء الله واصلي الظهر والعاصر جمع تقديم في عرفات وانتظر حتى غروب الشمس ثم ارحل الى المزدلفة وقيموا بها بعض الوقت البعض يقولك لابد ان اتبدأ لابد هذه كلها سنن ودرق الراجع ثم ارحل الى منا لأقوم برمية جمرة العقبة اللي لما سابح حصاية العقبة الكبر بعد ذلك انا ان شاء الله باتحلل ما يسمى بالتحلل الاول برمية جمرة العقبة اللي هي التحلل الاول يباح ليا كل شيء قص اظافر شعر خلاف وطيب باستخدام معادة النساء معادة النساء بعد ذلك ان شاء الله بطوب بالبيت وده الطواف الرك اسمه طواف الافاضة انا بحج التمتع طواف ال ايه هالافاضة وطواف الافاضة وطواف الزيارة والطواف الرك برضو بقدي سبع اشواء طبعا يشترط ان انا كن طاهر طهرة كاملة وكون على وضوء وان انا لا اتحدث الا بخير بذلك بعملية الرمية جمرة العقبة الاولى الطواف الافاضة وبعد كده بيكون بيكون موجود النحر اما ما حرطش انحر او ادفع القيمة اللي علي والحلق والتقسير يباح للانسان فعل لكل شيء وبذلك يكون قد ادى مناسك الحج الى اعملية الوداع طواف الوداع وده في الرأي الراجع عند العلماء سنة اذا ما استطعتش ان انا يعني خلاص لا حرج علي في ذلك ان انا ادى هذا الطواف لضيق الوقت او لظروف خاصة ما عليش حاجة ان شاء الله فضيلة الشيخ الدكتور شاوي عبداللطيف فكيل اول وزارة الاوقاف لشؤون الدعو شكرا لحضرتك كل المشاهدين ان شاء الله المسافرين السنة دي قدوا فريدة الحج نتمنى يا رب يكون حج مقبول كل سنة كل حضراتكم طيبين بمناسبة عيد الاطحى ان شاء الله التقرير الجاي معنا هو تقرير عن دعم فن صناعة السينما ده اقام المجلس الاعلى للثقافة وكانت الندوة بعنوان دعم فن صناعة الفيلم حضر الندوة المخرج علي بدرخان والمخرج احمد يوسف وكانت كاميرا نهارك سعيد هناك نروح نشوف التقرير ونرجع نكمل فكرة